مساء الخير مشاهدينا وأهلا بكم يوم جديد وحلقة جديدة وبرنامجكم مع عشرين النهاردة مشاهدينا يوم الثلاث تسعة يونيو عشرين عشرين وسبعتاشر من شوال الف ربعمية واحد واربعين طبعا كوفيد ناينتين كلنا بنحاول اللي احنا نقوم بالاجراءات الوقاية كويس جدا وناخد بالنا من الاجراءات الاحترازية لأنه هو سريع الانتشار زي ما حضركم عارفين ولازم نهتم كويس جدا باجراءات الوقاية طبعا جهاز المناعة لازم نقوم جهاز المناعة كويس جدا لأنه هو بيقدر انه هو ازاي يواجه فيروس كورونا طبعا كلنا عندنا مشكلة في جهاز المناعة لأنه ممكن يكون من سوق التغذية ممكن يكون يعني استهتار في صحتنا شوية قد ايه فيروس كورونا بيين قد ايه صحتنا مهمة جدا علينا وان احنا لازم ناخد بالنا من صحتنا كويس وازاي نقوم جهاز المناعة لكن مؤخرا طبعا كل الناس اتجهت ليه الفيتامينات طبعا جهاز المناعة عشان تقومين لازم يكون فيه تغذية كويس جدا لازم يكون الحالة النفسية كمان تكون كويسة مش بس الجسم انه هو يكون كويس وانه هو يقدر يكون فيه تغذية سليمة اتجهنا كلنا الى الفيتامينات من ضمنها فيتامين سي والزينك والحديد فيتامين سي والزينك وكمان الحديد طبعا مهم جدا ومفيد لنا عايزين نعرف كمان اضرارها يعني احنا دلوقتي اذا اتكلمنا في الفيتامينات فيه ناس كتير جدا بتاخد بدون وعي طبعا الفيتامينات بتضررنا بطريقة غير صحيحة وفي نفس الوقت ان احنا ما بناخدش بنا من ان احنا ناخد جرعة قد اي او نهتم بين موضوع ازاي طبعا اول فقرة معنا هنتكلم عن اضرار الفيتامينات لكل شخص معنا انه عارضة بيشوفنا ازاي نستخدمها وازاي والوقت المناسب والجرعة طبعا وتاني فقرة معنا مشاهدينا ان احنا ازاي نستغل الوقت وقت الفراغ الكبير اللي احنا بينا نشوفه خصوصا في الحجر المنزلي او حظر التجول بقى عندنا وقت كبير جدا وناس ان هي بتحاول تستغل وقتها بطريقة صحيحة فيه ناس كتيرة جدا للأسف ان هي بتكتائب بتقول لا ده انا وصلت لحالة الاكتئاب لان بقى فيه فراغ كبير جدا انا ما بقيتش عارف اعمل ايه بيبقى فيه ملل بيبقى فيه كمان حالة توطر بسبب فيروس كورونا دي الفقرة التانية لكن الفقرة الاولى انه عارضة هنتكلم عن اضرار الفيتامينات اللي الناس بقى اتخذها بطريقة هسترية في الفترة الاخيرة بسبب ان هي تقوى جهاز المناع لكن احنا ممكن نلاقي الفيتامينات والحاجات دي كلها فيه الاكل بطريقة جميلة وازاي نغزي نفسنا ونغزي كمان اطفالنا في الفترة دي قد ايه فيروس كورونا علمنا ان احنا ناخد بالنا كويس جدا من صحتنا هيكون معانا على الهاتف الدكتور محمد منيسي استشاري امراض الجهاز الهضمي والكبد ازاي هيفهمنا بقى بمفهوم اكبر واوسع عن اضرار الفيتامينات وان احنا ازاي نستفيد منها واهم حاجة الجرعة واذا كان خدناها بطريقة مفرطة هل بتأثر على الجسم بتأثر على الكبد طيب الامراض المزمنة كمان هيكون لها تأثيرها ازاي طبعا ده كله هنعرفه اهم شيء اهم شيء زي ما قلت لحضراتكو هي الوقاية الوقاية طبعا شيء مهم جدا جدا في حياتنا ناخد بالنا من الرياضة ناخد بالنا من وقت النوم عدد ساعات النوم شيء مهم جدا في حياتنا علشان نقدر نقوم هذه الجائحة وتعدي على خير طبعا الرياضة احنا تكلمنا ان الرياضة شيء مهم جدا اذا انت خدت وقتك بطريقة صحيحة ثانيا التغذية السليمة ثالثا ان انت كمان تقدر تستغل وقتك في اوقات الفراغ واللي الناس كلها بتشتكي من كل ده طبعا وانت نازل من البيت وانت نازل من البيت رايح شغلك رايح اي مكان بيبقى فيه اجراءات وقاية لازم تتباحها كل الناس بتستهتر ما بتاخدش الموضوع بالجد لكن لازم نهتم بالموضوع وانت نازل من البيت اول حاجة لازم الكمامة او القناع او المسك ان انت لازم تلبسه بطريقة صحيحة برضو ولازم يبقى معاك لغاية شغلك يعني مش وانت نازل من العربية تلبسه او او انت داخل على المكتب تلبسه لا طبعا انت لازم وانت نازل من البيت كمان يعني السلم ممكن حد عنده الفيروس او حاجة فيبقى موجود على الاسطح لعدد ساعات طويلة طبعا وانت نازل ممكن تستنشق الهوى ده يجيلك العدو على طول فلازم تلبس الكمامة وانت نازل من البيت وانت في العربية وكمان لغاية الشغل عايز تشيلها مفيش مشكلة تخسل ايديك بعد كده اول ما توصل اي مكان وطبعا ما تلمسش اي حاجة تقابلك وما تحطش طبعا ايديك على عينيك ولا الانف ولا الفم طول ما انت بره في اي مشوار لان العدوى بتتنقل على طول واسرع عن طريق الفم والعين ولمسة الوش كلها طبعا دي مش مستحبة علمنا الاتيكيد الكورونا يعني علمنا ان احنا ازاي ناخد بالنا من تصرفاتنا طبعا في حاجة اسمها برتكول العطس برضو يعني يكون في منديل وتحاول تتخلص من المنديل وتحاول ان انت يكون كل حاجاتك لها كده توعية وتبقى فاهم كويس جدا من كل الاشياء اللي حواليك زي تستخدمها ده شيء مهم جدا جدا طبعا بعد ما تروح بتخلص شغلك وكل حاجة بتروح البيت تقلع كل يدومك وتخسل ايديك وشة كويس جدا وتمسح الشوز طبعا بكلور ومخفف وتحاول ان انت تخسل ايديك كويس وبعد كده بقى تتعامل في البيت عادي بس طبعا في اجراءات دي الوقاية لما تخرج من البيت والغاية لما ترجعتين احنا دلوقتي هنتكلم عن اضرار البيتامينات مع الدكتور محمد منيسي استشاري امراض الجهاز الهضمي والكبد بالقصر الايني اهلا بحضرتك يا دكتور محمد اهلا يا شديد شرفتنا ازاي حضرتك ربنا يدرك فيه يا شديد اهلا بك يا دكتور طبعا احنا في الفترة الاخيرة عايزين نقوي جهاز المناعة بتاعنا يا دكتور محمد واتجهنا للبيتامينات يعني اتجهنا للبيتامينات ان احنا ناخدها لاجراءات الوقاية من فيروس كورونا من ضمنها فيتامين سي ومن ضمنها دال والزنك فالمشكلة كلها ان احنا بناخدها بطريقة مفرطة يا دكتور محمد ازاي استخدم الفيتامينات بطريقة صحيحة وكمان ان الجراء تبقى مناسبة ازاي الحقيقة ممنوع وهذا الكلام على مسؤوليتي تعاطي اي فيتامين بدون استشارة طبية وبدون ما يكون عندنا اعراض نقص وليس وليس كده عمياني مفيش حاجة اسمها كده خالص نهائيا يعني تناول الفيتامينات عمال على بطال بشيء مرفوض قطعيا الزنك مش هيرف على المناعة السلينيا مش هيرف على المناعة يعني لو انا خدت عمال على بطال نفترض ان انا عندي زنك يعني كمكمل غذائي الحقيقة لا قيمة لا لان ده موجود في البقول موجود في النمط الغذائي لو زودت في الزنك انا هفقد حسد الشم والتزوق هذا الكلام على مسؤوليتي لو زودت في فيتامين دال حيجيدي شعور بالخمون وتكي ممكن يجيدي كالسيوم وتكون حصوات في الكلام لو زودت فيتامين سي هيعملي نفس هذا الكلام فتناول البيتامينات عمال على بطال ده شيء مرفوض قطعي لكن عنده نقط في البيتامينات هو ده المشكلة المناعة اللي احنا بنتكلم عليها دي عبارة عن اربع حاجات فيه مناعة مش هتيجي غير التطعيم لو احنا بنتكلم على كورونا عايزين نقضي على كورونا مش هتيجي إلا لو انا الطعام او خدت دواء يقضي على الباقوس احنا كل البرتوكولات الحالية مش علاجات للقضاء على الباقوس هي علاجات لمنع المضعفات اللي هي ناتجة عن اي دور برد احنا نشوه بس هي الاكثر سيوعا في هذه الحالات الاتهاب الراوي التجلطات تسمم الدم هو ده اللي بيسبب الوفا والوفا لا تزيد عن 2700 الرقم صغير وفي نفس الوقت هم تفرضين نفقد حد فتناول الفيتامينات مرفوض الحفاظ على المناعة النقض بإيه اللي بيحسان المتاع نمرأ واحد النوم الكويس عدم امتلاء البطن المقليات المسبكات المخبوزات الحاليبات السنين الشرب وامتلاء البطن هي اكتر حاجة ضعف هنا المناعة فده مرفوض الأكل الصحي عبارة عن أنه مبلاش بطني وكل خضار وفاجهة بكميات معقولة وليس مقلوب مني أعمل أكتر من كده المناعة زي ما اتفقنا هي أربع أنواف فيه مناعة مجدوش عن طريق التصعيم وده مش موجود حاليا فيه حاجة اسمها المناعة الذاتية إن نتولد بها ما بدتش بتنقص فالحفاظ عليها هو بالنوم الجايد فقط والمنتظم هو أنه ما جديش أمراض نوم يعني قدي دكتور محمد النوم شيء مهم جدا أو أنا أنظم وقت النوم بتاعي شيء مهم جدا من 6 ل 8 ساعات عشان يقاول الجهاز المناعة عشان نحافظ على الجهاز المناعي وفي نوم منتظم غير نحن بنخل بالجهاز المناعي تماما وبنضرب أنفسنا بشكل واضح فده مرفوض تماما بكل الأشكال يعني قطعية طيب نقول إيه يا دكتور محمد للناس اللي خلاص بقى جالهم هستيريا وكل واحد نازل يشتري بقى الفيتامينات دي كلها ويقول لا ده فيتامين سي أنا هاخد جرعة معينة ده فيتامين دال ده الزنك أنا هاخده بقى بطريقة معينة بقى الناس كلها جريت وحصل نقص يعني حضرتك كمان ذكرت أضراره ده بيسبب كرسى كمان يعني اليوم وهذا كلام على مسؤوليتي قطعية آه ومرفوض تماما بس ده قصة البيتامينات طيب أنا برضو هايزة أتكلم في أضرار بقى وفوائد فيتامين دال بالأخص يا دكتور محمد يعني على الجسم وعلى الكبد كمان آه فيتامين دال بشكل عام للجسد آه هو نقصه حيب عندنا فيه مشاكل آه ده اللي احنا كنا بتشوفه على مرة تاريخ يعني النقص البيتامين دال ده بيعمل لنا آه حشاشة عظام لين عظام في الأبصال آه ومرض الكوسيح اللي احنا كلنا عارفينه مشاكله وتشوهات العظمية اللي يباوجد فيه آه آه أكثر من ذلك يعني احنا بنحمله وبنديله الشيء لكن هو مهم للمناعة طيب وإحنا ممكن برضو ناخده يا دكتور محمد من الشمس مثلا من أكلات معينة مثلا يعني الأسماك 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 آه بيضة مسلوقة يوميا عظيمة جدا آه التعرض للشمس في فترات بسيطة عظيم جدا كميات قليلة جدا يعني احنا محتاجين أكتر من ذلك أما الإفراد في التعامل مع مثل هذه الأشياء ده هو ده اللي بيخل يعني تماما بهذا الوضع بيخل بالصحة تماما أكثر مما ينبغي وأكثر مما نظن ولازم طبعا تحت إشراف طبيب لأن كل دلوات نحن بدون إشراف طبيب ولما نيجي نقيس ونلاقي أنه هو أقل من لما نلاقيه أقل من الطبيعي اللي هو أقل من 30 احنا كده بنقيس المركب الناشط خلاص احنا تبين لنا أنه هو ناقص وأنا نفسي أخد بيتامين فأنا لازم أعمل تحليل البراثيرويد وأعمل تحليل الكالسوم والفاصفر وابتدي أشوف هذا الكلام وإذا كان فيه سيدة بعد انقطاع الطنس فأفضل لها بدل من إيس الفيتامين في إيس كسافة الأزام عشان نعرف عندها هشاشة ولا لا لأن هي حتى لو عندها هشاشة أزام وخدت فدان من فيتامين دال لوحده مش هيمنع الهشاشة لحنا عشان نمنع الهشاشة هنديها فيتامين دال وكلف شو ما هنقول لها اعملي رياضة طب اللي مش هتعرف تعمل رياضة وتمشي ساعة يومين هنديها حقنة مثبتة للعضل مش هتتسنى لها لو خدت فدان أو أقراط لا بتتاخد مرة في الإسبوع أو في أنواع بتتاخد مرة في الشهر في حقن بتتاخد تحت الجلد مرة كل ست شهور طبعا في حقن بتتاخد الوريد مرة في السنة مش عايزين نوصل طبعا مش عايزين نوصل طبعا للحالة دي بس إحنا بنحاول نوعي المشاهد وممكن ناخده من أكلات معينة ممكن ناخده من الشمس يعني ما نستسهلش يعني يا دكتور بحفن يعني يكون عندنا يكون عندنا البداء الموجودة ما نحاولش إن إحنا يجينا برضو هستيريا لنقيا لا لازم ما ناخد كل المجموعة دي علشان خاطر أحمي نفسي من فيروس كورونا ويبقى أنا عندي مناعة وجهاز مناعة كويس جدا طيب طيب اللمون برضو شيء مهم جدا يا دكتور محمد يعني أنا لو جبت لمون على ميا كده ده فيتامين سي متهيال إنه هو بيقوي جهاز المناعة شوية ليس اللمون فقط كل الأكلات بشكل عام مفيدة ولا يمكن التغاضي عن شيء في مكان آخر والبدائل طبعا شيء مهم جدا وإن إحنا ناخد بنا من الفيتامينات ما نحاولش إن إحنا نقطر منها قوي لإن أضرارها زي ما حضرتك ذكرت للأسف إنه هي بتضر الإنسان طبيعي فإحنا الطبيعي إن إحنا ناكل أكلات طبيعية هو مش واخد باله خالص يعني طيب أعراض الأعراض يا دكتور محمد مثلا أنا عندي نقص فيتامين ديل أخد بالي إزاي أعرف إزاي إن أنا عندي في أعراض بتبين عشان أحاول إن أنا أعراض نقص الفيتامينات إحنا مش هنشوفها في هذا الزمان لن نراها في هذا الزمان الكلام ده كان موجود قبل ما كان بيبقى الفيتامين ديل بيبقى حاجة اسمها في الأكل الكل الأغذية وكان زمان عندنا أعراض نقص اليود النهاردة كل الملح مليان يود طبيعي يعني مخصط باليود الألبان ومعظم الأكلات مخصطة بالفيتامين ديل وخصطة حاجات الأطفال أشوف ملوش علاقة بالإرهاق زيادة فيتامين ديل زيادة فيتامين ديل هي اللي معها إرهاق زيادة فيتامين ديل وليس شيء آخر نقص فيتامين سي حيجب لنا الأسكارابوت والسكيربي وده أول علامة لهم الإرهاق بعد كده تشقق الجلد والنزيف ونقص الكولاجين وعشان نقول نقص فيتامين ألف حنشوف جفاف الجلد والعشا الليلي كلام ده أصبح مش موجود غير في بعض الأمراض المناعية الناس اللي عندها أعراض أمراض امتصاص الناس يعني كثير من حاجات أخرى طيب مش اللي احنا بنعتدين عليه الآن تمام طيب يعني في ناس برضو بتحاول إن هي تقول لا ده أنا هاخد بقى عشان أقاوي جهاز المناعة بتاعي طيب هل الفيتامينات دي كلها اللي بياخدها بدون وعي وبدون يعني مش جرعات معينة وعدم مشرف كمان الطبيب هل بتأثر كمان على أمراض المزمنة زي الكبد والسكر وال زيادة فيتامين دال هتعمل لنا شعور بالإرخاق وممكن تعمل لنا تكييو كالسيوم في على الضفيرة الكهربائية فإحتلنا اضطراف الضفيرة الكهربائية للقلب ممكن يحصل كالسيوم يترسل في أماكن من المخ إذا أخذنا أرقام كبيرة ويعمل لنا حسب الأماكن الإصابة اللي ممكن يبقى فيها تكلس يعني كالسيوم ممكن يعمل لنا حصواض في الكلى فالأعراض الزيادة بتاعت ده ممكن ينتهي فشل كلى وهي الحقيقة فالزيادة المفردة فيتامين دال على سبيل المثال في غاية الخطورة الزيادة فيتامين ألف ممكن تعمل لنا هشاشة أعظام هذا الكلام على مسؤولين تناول فيتامين ألف أثناء الحمل حيعمل لنا تشوهات أجنة زيادة فيتامين دال ستعمل لنا جفاف الجل وتعمل لنا ارتفاع في ضحة المخ حاجة مها سودو تشيومر تربراي لو زودنا في الناياسين أحد مركبات فيتامين به اللي ممكن نستخدم عشان ننزل الكوليسترول عندنا وكثير من المركبات نستخدم زمان ممكن يعمل لنا فشل كابدي فشل كابدي فيتامين هي فيتامين إي لو تناولنا جرعات أكتر من 400 ممكن يؤدي إلى حاجة اسمها في الطب زود أسباب الوفاة وضروط ومشاكل الأمراض ما حول الأمراض يعني ممكن نجيبها يعني مش بيسبب كل الأسباب العامة اللي بتزود فرص الوفاة في الحياة هل لنا أن نتخيل مثل هذا لا طبعا كلنا بناخد ومش متخيلين كل ده بيحصل لنا وكمان إحنا مش عارفين هل ده نقص مثلا عندي أو حاجة لا أنا باخد وخلاص يعني عندنا في الزينك هيحصل لنا تغير في الشم والتزوق وحنقلل إن حاس في الجتم وهاكذا يعني الأفكار القديمة اللي هي أنا حاخد فيتامين عشان يقويني كنا من باب أولى ناخد فيتامين عشان ميجي الناس بارس كنا من باب أولى ناخد فيتامين عشان ميجي الناس حظة لو خدنا فدان من الفيتامين وإحنا مش مطعمين من الحظ بحيجي حظة لو خدنا فدان من الفيتامينات وإحنا يعني ما بنتغزاش كويس يعني آه وما عندناش مثلا يعني وتعرضنا البيروس ألف حيجينا بيروس ألف لو إحنا مش مطعمين من بيروس ألف فأفضل حاجة تقيقي من المرض المباشر هو التطعيم ده رقم واحد الرقم اتنين هو تجنب المرض بالوسائل اللي احنا بنقولها ورقم ثلاثة هو علاج المرض يعني فأنتي النهاردة أو كل الناس احنا النهاردة مصرين على موضوع الكمامة والتباعة الاجتماعي أهم بكثير من فكرة أن أنا أروح أصرف في علاجات أو في فيتامينات بدون داعي يعني أنا بدفع في الفيتامينات لكن أنا لو واحد فيتامين كويس وحد عطس في وصح المبيض نقل العدوى أكثر مما نتخيل هي خلاصة الموضوع فعلا يا دكتور محمد أنت لازم تكون عندك وعي وفاهم أن أنت ممكن تكيلك العدوى من أي مكان إذا أنت ما كنتش متأسس كويس وعندك وعي أنك تاخد الفيتامينات إزاي والتطعيمة طبعا وكل حاجة طيب دكتور محمد هنا برضو حضرتك الغاية دلوقتي لسه ملقناش لفيروس كورونا لقاح أو مصل لا إن شاء الله في لقاح يظهر قريبا أمريكي اللقاحات بتاعة أكسفرد أبتدى يبقى فيها يعني فشل لكن اللقاح الأمريكي سبع شركات أو سبع أماكن بحثية خلاص على وشك يعني التيقن واستخدمه الـ DNA وفي حاجات استخدمة RNA يعني حاجات كده كلها هندسة جينية ووراثية بنتائج موزهلة إحنا هيبقى فيه عندنا الدواء الأمريكي راميديس بير وده إحنا تكلمنا عليه بدءا من شهر فبراير وده هو الدواء اليقيني بيعالج 40% من الحالات 40% من الحالات الحارجة وعندنا الدواء الروسي اللي هو مبني على الأول أبي فلافير اللي هو مبني على الدواء الياباني القديم يعني هو تحول في يعني أو تعديل الموليكيون فيه بالنسب نجاح عظيمة والروس أعلنوا أن هم حيوزعوه يعني عندهم من يوم 11 يونيا 12 يونيا وبعد ذلك حيبقى متاح للعالم بعض الأدواء التي تم الكشف عنها وجدوا أن أحد الأدواء القديمة الذي كان يستخدم لمكافة دواء أسترالي لكن الأبحاث عليه دقيقة قليلة لم تثبت نجاحات عظيمة حتى الآن ولكن الأستراليين بيقولوا أنه له بعض النتائج فإذن إحنا الآن دلوقتي عندنا ثلاث أدوية وفيه ست أشياء أخرى أو ست شركات أخرى أعلنوا عن أدوية وفي البحث فإحنا قريبا جدا حنلاقي أجوية وقريبا جدا فيه لقاحات هو برتكول اللقاحات يا دكتور طبعا كل شوية بينكتشف ودول بتكتشف بس هل أنه هو بينطبق على كل دولة لأن طبعا الاستجابة للدواء بتختلف من دولة أخرى بسبب المناخ والجو والتغذية فهنا في مصر هيبقى لن يكون فيه اختلاف الدواء اللي بينفع في أي حاجة في الدنيا هو دواء حينجح عندنا وحينجح في كل حتة واللقاح نفس الكلام وقبل ما يعرض اللقاح بيتم تجربته بشكل عظيم دقيق يعني محدش يقلق وبعض الخزعبلات اللي هي بونشر عن اللقاحات وعن يعني فيه كثير من الكلام المرفوض من ناحية العلمية إذا دخل اللقاح في مصر فتيكون تم تجربته وإيجازاته من نظر الصحة المصرية إذا كان فيه دواء بيستخدم ويجاز أو مصر حتصنع أحد الأدوية ومصر حتعلن عن دواء قريباً إن شاء الله غريباً الدواء الأمريكي يعني هننتجه فإحنا أنا بطمن كل المصريين إحنا هنكون تقريباً من أهم الدول السباقة وإحنا تعملنا مع الفيروس بشكل يعني محسوب جداً وكان عظيم الأداء كان أكثر من عظيم وتحية لكل القائمين على الصحة يعني لأن الأداء كان راقي ومحسوب وكل الأمور كانت بتحاصر مبكراً ما نقدرش نطلب أكثر من ذلك لكن إحنا محتاجين وعي شعبي أكثر من كده طبعاً آه إن إحنا فكرة إحنا يعني الواحد شاف برضو كثير من المثقفين الكبار في السن اللي هو استخدمه الكمامة في أعلى يعني كان حاجة رديئة جداً والرجل اللي بأجر الكمامة شوفنا الكلام ده كلنا ويعني نصف في حاجات صحفية وإحنا عايزين بس نكون وعي وعي مضبوط طيب كبار السن يا دكتور محمد إزاي برضو نقوي جهاز المناعة ليهم هل بفيتامينات وتحت إشراف طبيب ولا ممكن البدائل التغذية السليمة الأكل المسلوء الحاجات دي في كبار السن لهم حاجة ماجرية كبار السن وكبار السن السن في كل أمكان في الدنيا والطاعنين في السن يعني بيتامينات ده المهم لكبار السن بيقلل حاجة ما بيقلل الريسك لقوا إن حتى لو مفيش حشاشة الزاب وما بناخدش فيتامين ده المان هون فوق الثمانين أو الخمسة وتمانين فرصة إن إحنا نبكع بال ونقع على الأرض ويحصل لنا كسور علي جدا لكن لقوا إن اللي بيأخد فيتامين ده بيقلل فرصة الكعبالة والنبطاح على الأرض يعني حاجة ما بيقلل الريسك أو فول جملة في التقصة الغريبة حاولنا بس نستخدم مدلولها بشكل أفضل لأنها زائل يعني التخدام التعريب لها يعني عظيم يعني أعرفها هي بسيطة لكن هي مطلوبة فكبار السن محتاجين نسيهم فيتامين ده محتاجين ناخد بالنا إن هم ساعات لما بيعطاشوا ما بيعبروش عن العطش أم بقاش مدرك لخلل في الجهاز العصبي بسيط فإحنا محتاجين نشرب مية علشان الجفاف في رؤية الخطورة إحنا بيكلم على الطاعنين في السن محتاجين لو فيه حاجات تطعيم اللي هو بداع اللي بيحتاجوها ممكن آه اللي هي ببدأ كل عشر سنوات أو الحاجات اللي بيتاخد كل سنة دي ضرورة يعني مع استخدام النظافة مع الحركة على قد ما نقدر آه ولازم يكون لهم طبعا طريقة واسلوب في التعامل أهم حاجة ونخذ بنا كويس جدا من التغذية لهم لأنهم أكثر عرضة يعني الأمراض وحاجات كتيرة جدا وحددتك زي ما ذكرت برضو قلت فيتامين ديال شيء مهم جدا جدا ليهم ويريت يتعرضوا في الشمس لكبار السن ويريت يتعرضوا والاستغار موجود في الحاجات فورتي فاين آه والمرهقين اليافعين بقى يا دكتور محمد يعني سن المراكة المراكة لا 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 ليهم ده بقت الهشاشة بقى عدمهم بيطاط أو هما مشيين هما دول بيبقوا في بداية الصحة آه الهرمونات الهنسوية والذكورية هي دي اللي بتحميهم في هذه المراحل من العمر يحتاجوا فيتامين دي الحاجات الطبيعية موضوع من الحكل اللي هم هيكلوه موجود اللي بتوفروا الدول معظمهم وعندنا هنا طبعا آه الكلام ده موجود مصر من أهم الدول اللي بتحمي الحاجات الإجراءات اللي بتصبقها الصحية الصحية طبعا حضرتك قلتنا خبر جميل جدا إن شاء الله أزمة كورونا هتعدي على خير وهلاقي اللقاح آخيرا هنتوصل لي وإن شاء الله الأزمة دي تعدي على خير نصيحة حضرتك دكتور محمد لمشاهدينا اتفرجوا على قناة فلحة بشكرك جدا وأتمنى لك إن شاء الله كل خير بشكرك جدا دكتور محمد من السيستشاري أمراض الجهاز الهدمي والكبد بالقصر العيني مشاهدينا طبعا الدكتور محمد قال لنا حاجات مهمة جدا جدا وفعلا ما ناخدش الأدوية الفيتامينات أو أي أدوية إلا تحت إشراف طبيب لأن بتحصل كوارث وإحنا مش عارفين بندر جسمنا بحاجات كتيرة جدا وفاكرين إن هي بتنفعنا لكن للأسف بتضرنا بطريقة وحشة جدا ونرجع نقول ده أنا عندي كذا ده أنا بشتكي من كذا أنا مش عارفة بيجيلي زغلالة ليه أنا مش عارفة عظمي مالو اتضح أني ده كله من أضرار الفيتامينات اللي إحنا بناخدها عمالة على بطال بدون استشارة الطبيب مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا شكرا